نروح دلوقتي مع حضراتكم لموضوع تاني والحقيقة مسلسل يعني جمع الأسر المصرية بشكل كبير وكان حديث السوشيال ميديا والناس تأثرت بيه بشكل كبير دحكنا معاهم وعيطنا معاهم وتأثرنا بيهم كلهم كشخصيات ويمكن كمان الأغنية الأخيرة في نهاية المسلسل اللي كانت عاملة ترند جامد جدا على السوشيال ميديا الناس مش مبطلة كلام على موضوع عائلي وهو فعلا موضوع عائلي لم العيلة المصرية تاني والعيلة العربية قدام التلفزيون تتفرم وتشوف الكوميديا الجميلة اللي احنا بنفتقدها في أعمال كتير شخصية من الشخصيات اللي كانت عاملة قلق طول المسلسل وعملة قلق على السوشيال ميديا هي شخصية غازي واللي قدمها الفنان السوري محمد القص وطبعا الناس كانت كل شوية بتشير صوره وكلامه والتعليقات اللي هو كان بيقولها والجملة الشهيرة بتاعته في المسلسل حبيبي حبيبي وتحط بقى كوميكس بوخيف الدام المصريين الكبيرة جدا يعني هو الحقيقة كان متجاوب معه بشكل كبير على السوشيال ميديا احنا نهاردة بيساعدنا ان احنا نرحب الفنان محمد القص في التسعة وطبعا يعني نبركلك على هذا التقلق الكبير ويعني نحكي معاك بقى كل الحكايات اللي المصريين عملوها معاك لأيام اللي فاتت لكن قبل اي شيء طبعا تعزينا ليك ولكل الشعب السوري في هذا المصاب القليل برحب بيك الفنان السوري محمد القص اولا مساء الخير عليك يا استاذ هدير وعلى جميع المستمعين وامياتنا بالرحمة للناس اللي يعانت من الزلزال وردنا يكون شعون دائما هو القول ردنا يلطف بعبادك وشكرا اوي على المقاتمة الحلوة اللي قلتها وده ياريت اكون يعني على قد نص ما قلتي ده كرم من حضرتك الحقيقة انه شخصية غازي كانت عاملة قلق والناس رغم انه مجرم حبته مفصل ازاي المحبة الكبيرة من الجمهور المصري دي لشخصية غازي المجرم الكوميدي والله بقولك ده كرم من ربنا يعني انا الحمد لله يعني هو اصلا انك تدخل قلوب المصريين دي بحد ذاتها نعمة من ربنا انا يعني تشكروا عليها كتير وانا مش عارف يعني انا يمكن زي زي بقية الزملاء ويمكن قالوها الاساد اه استاذ جندي ولا استاذ كدواني ان فيه ايه بقى لي معنا فيه ايه ايه اللي حصل ايه اللي الدنيا مقلوبة ونقول يا رب الحمد لله يعني ويكون شخصية غازية يعني وصلت فهو ده بفضل انتوا كنتوا حاسين ان كلمة السري في موضوع ايه 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 اللي خلى الموضوع يعني يعمل الدقة الكبيرة على السوشيال ميديا والناس اللي ما كانتش بتتفرج بقيت بتتفرج وكل الناس متابعة اللي ما شافش الجزء الاولاني بتاريه يدخل يشوف الجزء التاني ويجيب الجزء الاولاني ويشوف صحيح والله بصي اللي اكتب عليك لو قلتلك اعرف انا معدات الحمد لله ده توفيق ربنا ايه اللي حصل ازاي يمكن يمكن يعني احنا بنسمع من الناس المرودة بالاخر احنا بنقدم عمل وهي اللي بتفند وتقول فاغلب الناس كانت بتقول بساطة في عمل العيلة كلها تتجمع حواليه الكبير والصغير الاب والابن والاختي والزوجة والاحفاد مع جديد ويقعدوا يتفرجوا على حاجة يمكن الحدة دي وانا الاكتر حاجة سمعتها بقولك احنا حبيناها في المسلسة يعني في حاجة بنتفرج عليها وبنشهر انه انتو بتتكلموا على حاجة بسيطة مفيش تقيد مفيش مفيش تخليك امور يقعد يفكر في الحتنوت لا هو يستمتع حاجة بسيطة تم خلينا اتكلم معاك عن كواليس اختيارك لشخصية غازي والمخرج الجندي وزاي خرج ده منك شخصية مختلفة الحقيقة بتدحك بطريقة مختلفة الشر حتى بطريقة مختلفة والله يبص هو يعني اولا الورق المكتوب حل ثانيا الاستاذ جندي هو بيعرف تطلع حتى بالقوملة انك ما تقول قوملة لا نبدأ بديه وتقول فيه ويختن بديه تطلع احلى تطلع احلى وبعد كده التوفيق ربنا اللي هو كنت تتكلمي مساعة كلمة حاجة بي حبيب ماشي انا الكلمة دي ما جلتهاش في العندي انا كنت بس زمان بسمع اليوك وكلمة ما بين الاستاذ محمد عبدالوهاب والاستاذ عبدالحليب انا خدي بحب جدا انا عبدالحليب تطلع ما ديه وبحب بس معهم ما كانوا بتصبير مكالمة تريفا مساكلة بلاقي عبدالوهاب بيقول لعبدالحليب وفينا ارحم الجميع طبعا حبيبي فقال له حليب حبيبي فعلقة ستناغي بس هي دي السكرة يعني حاجة بسيطة بس كانت ترند وكان فيه يعني حكايات وكواليس كمان بين حضرتك ودويت وكده ما بينك وما بين الفنان محمد ردوان والحياة يعني الناس كانت مستنيها اللقاء ده في الجزء التاني يعني انا عربية ده تكلم ما يقولي يا معلم ده كم مستفدس بشكل وش طبيعي وكنا بنضحك يعني ما شاكي قاعد اللي احنا في العربية ايه احيانا تبقى في التصوير من التحكة مش قادر الرجل ده يقول لأ النقطة تطلع منه بشكل سهل جدا وخارق يعني ما أصنش في حد يمكن يقفو التامل للساس ده وما يمسكش نفسه ما تتحك مستحيل مستحيل وشخصية رمضان حريقة مع جازي دونت ناكس يا أخي عشان كده الناس كانت سعيدة باللقاء ده الحقيقة وكانوا متفاعلين معاك بشكل كبير جدا جدا والشخصية كانت مأثرة فيهم عايزة كمان أتكلم معاك عن تمثيل أمام مجد الكدواني للناس يعني مش متفاجأة بأداءه لكن الحقيقة أنه بيبهرنا طول الوقت بعطاء فني كبير جدا 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 تخلينا يعني قاعدين كجمهور متشوقين ومجد الكدواني ممكن يعمل إيه أكتر من اللي إحنا شايفينه والحالة الفنية الكبيرة اللي عايشنا فيها مع موضوع عائلي وغيره طبعا من الأعمال الفنية الكبيرة بصي أنا دي كلمة وأنا آسف باعتزم الجمهور لو سمحها مثلا مني أكتر من مرة أنا كنتي بقول أنا لسه قبل العمل ده كنتي بتفرج على أستاذ مجد الكدواني بقول لي رات تشتغل مع العظيم ده أستاذ ماجد هرم يعني العضاء اللي أنت بتشوفيه على الشاشة في عضاء أكبر منه في الكواليس راجل معطاء بمحبته وبحنانه وبكرمه أنا أول مرة عادت فيه مع الأستاذ ماجد أول ما شفته كانوا بيصوره كده فقا 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 كده في القوتيل اللي احنا بنصور فيه فقا على الروف في قاعدة كده احنا عادي 16 ديال قاعدة الصبح بنتكلم الكلام بينهم كان إنساني جدا بنتكلم عن الله عن القلقة إنسان عن تعامله بيقول كلام عادي أنا بالنسبة ليه لا ده حكم هو كده هو كده ما بيخالش بمعلومة ما بيخالش بنصيحة وقديه وقدي إيه هو عظيم ببسطته وده اللي يمكن بيطلع حالة العمل بالشكل الإيجابي ده وبتوصل للناس بشكل كبير من الإيجابية والحب يعني بشكل يعني عظيم الحقيقة وده اللي حصل في موضوع عائلي واحد واثنين والناس عايزة أقولك مستناه موضوع عائلي تلاتة ويعني الحالة مستمرة أنا عايزة أعرف بقى حضرتك بتتحضر لإيه كدراما مصرية أو سينما مصرية وأعتقد إنه يمكن السوق المصري في الفن مختلف عن أي حد تاني والجماهير المصرية أكيد أنت تبعت الكم الكوميكس اللي كان معمول على شخصية غازي والحب الكبير اللي الناس كانت شايفاه محضر إيه تاني داخل السوق المصري والله يا بصة دي محبة بتحمل المسؤولية لكن بالآخر الأعمال يمكن هي توفيق من عند ربنا فإنت بتشتغل عمل بتدي إخلاصك لكن هو التوفيق ربنا بيكتب له التوفيق أو دعا إن شاء الله بي عندي مسلسل بس ما أدرش أقول إيه تلوقتي هذا الرمضان في رمضان إن شاء الله وفيه فيلم سنة معنا خلصته برضو هنا مشاركة كده بسيطة مع أستاذ أحمد الفشاوي وإن شاء الله يا رب يعني ولسه جاي وأنا بقول إن برضو فكرة إنك تضرب كده فجأة في مصر فلازم تكسر الردم بعدها إنك تعمل حاجة مختلفة وحاجة على الأقل إنك تقول فيها أنا يعني ما تخليش الكمهور يرتبط بكاركتر معينة أو بشخصية معينة يا رب يا رب ده كل توفيق من عند ربنا وغالبا غالبا غالبا هي وردنا المثل أحيانا بتعمل حاجة حلوة بعدها حاجة متوقمة ما تلاقيش التوفيق فيها بعد كده حاجة إن شاء الله أحمد إن شاء الله غازي يكون وش يستعد عليك وتكون موفقة يا رب في الأعمال القادمة في رمضان وكمان فيلم السلمائي حسنا بنشكرك شكرا جزيلا فناني السوري محمد القص شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التسعة شكرا جزيلا لكم